من واصل دراستنا في هذه الحلقة وعاوز أتكلم عن قوة الإنجيل طبعا يسمى يحنى الإنجيلي وهذا طبعا إصطلاح بالفعل ينطبق عليه أو يحنى الرأي أنا موجود في الكنيسة القديمة تسمى البازلكة قديس يحنى بنيت هذه الكنيسة في القرن السادس ميلادي على يد الإمبراطور جستنيان هذه الكنيسة والكنيسة أيضا في إسطنبول آية صوفية ويمكن تلاحظ أن كثير من الحجارة أخذت من المباني التي هدمت في أفسوس ومن معمد أرتميس حتى يبنوا هذه المباني الحلوة والتحف المعمارية والهندسة الجميلة في هذه المنطقة نحن في أفسوس العليا التي كانت أصلا موجودة في هذا المكان ورجعت في القرن السادس مرة أخرى إلى هذا المكان لكن يحنى خدم في هذه المنطقة على الأرجح من سنة 95 ميلادي أو حتى التاريخ بيقول أنه كان موجود في هذه المناطق لمدة 25 سنة هو كان مع الرسل في أورشاليم وعلى الأرجح لما حدث الاضطهاد في أورشاليم ابتدأ الخدمة من هذه المناطق من هذا المكان